في معرض رده على سؤال برلماني أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين تحترم قرارات الشرعية وحكم محكمة العدل الدولية دون الإخلال بالحقوق التاريخية والقانونية الثابتة للمملكة وفقاً لما ورد في القانون رقم ثمانية لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة من جانبه أكد سيد محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس أنه أبتئيد اللجنة لكافة الإجراءات الداعمة لجهود إعادة الحقوق التاريخية لمملكة البحرين سؤال مشروع ممارسة فاعلة للأدوات النيابية توجه به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمسؤولية وطنية وتاريخية عن حق من حقوق الوطن وشعبه الذي تمثله السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب دفاعا عن حقوقه التاريخية وصونا لمكتسبات أجياله القادمة سعادة النائب محمد السيسي البوعينين توجه بسؤال نيابي لسعادة وزير الخارجية عن ما نشر في المقال الصحفي بصحيفة لوبوا الفرنسية من معلومات وآراء وتعليقات لفقهاء القانون والباحثين المختصين بالقانون الدولي حول الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام الفين وواحد والذي حرم مملكة البحرين دون أي وجه حقا من الثروات والموارد الطبيعية التي تقع في مياهها الإقليمية مبينا أن حكم المحكمة استند إلى عشرات الوثائق المزيفة التي قدمتها دولة قطر زورا وبهتانا وذاعت فضائحها في كل مكان سؤال يفتح آفاقا كبيرة لملفات قديمة مستمرة بها من الحقوق ما يشهد له القانون والعرف والسيادة وبها من الأدلة ما يثبتها ويرجع الحق لأهله وإن طال الزمان بها أو قصر وردا على هذا السؤال النيابي أوضح سعادة وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني موقف مملكة البحرين تجاه هذا الموضوع مؤكدا أن المملكة تتابع ما ورد في مقال الصحيفة الفرنسية من حجج قانونية تتوافق مع مبادئ القانون الدولي وأن ما تضمنه التقرير من معلومات هي كذلك محل بحث ودراسة متأنية وأن البحرين تؤمن بحل الخلافات الحدودية مع الدول الأعضاء في المجلس وفق الأطور السلمية بدليل أن مملكة البحرين لطالما أعلنت استعدادها لحل هذا الخلاف مع دولة قطر وفق هذا الإطار من خلال البدء بمحادثات ثنائية هادفة وفق ما جاء في بيان قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية ووقعت عليها جميع الدول الأعضاء ممارسة نيابية مشروعة سؤال واضح وإجابة أوضح إجابة تملؤها الحكمة والحصافة حق يحفظه التاريخ لمن يدافع عنها وقانون يسود على الجميع دون أي استثناءات لتطمسه الوثائق المزيفة التي اعتادت على تقديمها قطر ولا تمحوه السنوات وإن طالت لا يهمله إلا ضعيف والضعيف هو من له حق ولا يصر على حقه ونحن لنا عندهم ألف حق وحق أشكر سعادة الوزير الدكتور عبدالطيف مراشد زياني على ردة على سؤال البرلماني المتعلق بتقرير صحيفة اللوباء الفرنسية سعادة الوزير أوضح بكل وضوح في ردة أن وزارة الخارجية تتابع موارف المغالي المذكور من حجاج وسانية غانونية تستقيم مع مبادئ الغانون الدولي وهي محل طبعا البحث والدراسة من قبل وزارة وكذلك أؤكد على ما أكد عليه سعادة الوزير نامة البحرين تحترم غرارات الشرعية الدولية وحكم محكمات العدد دولية دون الإخلال بالحقوق التاريخية والغانونية الثابتة للملاكة طبعا نؤكد على الحقوق التاريخية والغانونية الثابتة للشعب البحريني وحقوقها المسلوبة ذلك طبعا استنادنا المبدأ على المساس بالحدود الموروثة وفقا لموارد في غانون رغم ثمانية لسنة ثلاثة تسعين بشأن البحر الغليمي للملاكة البحرين والمنطقة المتاخمة أيضا سعادة الوزير أضاف في رد أن الملاكة البحرين تؤكد على همية حل الخلافات الحدودية بين الدول العظام في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالطرق السلمية وهذا لدينا البحرين وما تعودناه دائما من الغيادة الحكيمة بحل جميع المسائل بالطرق السلمية وتأكيدهم الدائم على لحمة البيت الخليجي وغيرا اعلانت المملكة في أكثر مناسبة استعدادها لبدء مباحثات ثنائية مع دولة غطر طبعا وجاء في بيان قمة العلاء الخليجية بهدف معالجة كافة الغضايا والمضوعات العلغة إلا أنه للأسف ما زالت دولة غطر تتلك في تلبية هذه الدعوة الكريمة سعادة وزير الخارجية الدكتور عبدالطيف الزياني في ردة على السؤال الموجه من سعادة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب وهذا يدل على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جانب أننا كمجلس نواب وممثلين عن شعب مملكة البحرين نؤيد كل ما جاء في جواب سعادة وزير الخارجية على السؤال الموجه له طبعاً نحن دائماً ما نحترم قرارات شرعية دولية وأيضاً حكم المحكمة الدولية لسنة 2001 بخصوص النزاع بين مملكة البحرين ودولة قطر وفي نفس الوقت في أشياء لا تسقط بالتقادم من ضمنها الحدود الموروثة والجغرافية التي فيها موارد طبيعية هذه راح نشتغل عليها بكل تأني وبكل جهود عندنا في مملكة البحرين طبعاً رد سعادة وزير الخارجية من الخصوص ما كتب في أحدى الصحف الفرنسية نحن كمجلس نواب وكممثلين لشعب مملكة البحرين الشرعيين ندعم كل ما جاء في رد سعادة وزير الخارجية بخصوص له إعادة ترسيم الحدود البحرية وأيضاً حق البحرين الموروث في هذه النقاط الخاصة خصوصاً وأنها فيها موارد طبيعية ومن حق شعب مملكة البحرين أن يتابع هذا الموضوع وأن يطالب بحقه الموجود خلال سنين ولكن مع الأسف دولة قطر كانت تماطل طول هالفترة بالنسبة لحق مملكة البحرين وهذا حق نلجأ إليه دائماً نحن بالطرق الدبلوماسية وأيضاً بالطرق القانونية والمحكمات العدل الدولية موجودة لحل هذه النزاعات الحدودية بين الدول أيضاً نحن كمملكة البحرين طبعاً بالنسبة إلى الحقوق الموروثة في القانون البحري الدولي وكما جاء في القانون رقم ثمانية لسنة 1993 بالنسبة للبحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة له فأحنا كمجلس نواب وكممثلين للشعب ندعم أي خطوات تلجأ إليها حكومة المملكة البحرين وأيضاً وزارة الخارجية والجهات المعنية في المطالبة بحق البحرين في موروثها من الموارد الطبيعية في هذه المناطق